تتجلى الديمقراطية بأوضح صورها تتجلى الديمقراطية بأن من جاء بصناديق الاقتراع من جاء من خلال صناديق الاقتراع في تركيا يذهب من خلال صناديق الاقتراع لا يذهب بالقمع والدبابات والأسلحة إذن هنا دمقراطية وهذا رد كبير جدا على كل من يعني هاجم تركيا بأن هناك ديكتاتورية وظلم وقمع وكذا وكذا كنت في أحد المناظرات قبل عدة أيام رئيس تحرير لجريدة مصرية مشهورة جدا في مصر لن أسميها وتهجم على تركيا وقال تركيا هي بلد ما يسمى الضرب الحديد والنار والقمع والأردغانية الدكتاتورية فماذا يقول وماذا يعلق على هذا النتيجة أن يقوم المرشح عزب عدالة وتنمي هل يحق له لهؤلاء التعليق لمثله أن يعلق لا يحق له أصلا يتكلم يعني من قاموا بقتل الرئيس المنتخب الوحيد في مصر في سجنه أثناء محاكمته يحق لهم التعليق هذا العجب العجاب هذه الآن ما نسمى الطامة الكبرى أنه يحلل له أنه هناك يدعي ديمقراطية كثبا ويشكلك في الديمقراطية الحقيقية الموجودة في تركيا هذه من المتضادات كما يقولون وهذا من العجب العجاب النقطة الأساسية هنا يا سيدي أن ليس فقط المرشح هنى خصمه أيضا رئيس الجمهورية أردوان نفسه قام بتهنئة منفازة وهو إكرم إمامولو يا سيد الشعب التركي عندما يختار خصم آخر ليس بالضرورة بالنسبة لتركيا هنا عندنا في تركيا عندما ينجح خصم على خصم لا يمكن أن نصبح خصم عدو يعني يجب أن تقوم حرب وواجب أنه عادي إذا نجح شخص من حزب آخر فيجب أن يكون هناك استعداء له لا تهنئه هذه الديمقراطية أن ترضى بحكم الشعب أن ترضى بسنطقة الاقتراع